استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في قصر بيانة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والممثل العليا لشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفاوضية الأوروبية فدريكا موغريني والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد التي تأتي في سياق الجهود الدبلوماسية التي تشهدها المنطقة لمعالجة الأزمة الخالجية والإعراب عن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لحل الأزمة